اذا تطورات الحوار وما صاحب ذلك وما يصاحب ذلك بشكل مستمر وشكل يومي ونحن بنتابع القضية اللي شاغل الشعب السوداني في انه كيف يتوصل الناس الى حوار يفضي الى حل للاشكال السياسي السوداني حقيقة دي المشكلة الشاغل للناس وتطورات في هذا الامر كبيرة جدا منذ البدء في العملية التفاوضية او الحوارية التي طرعاها الالية السلاسية وما صاحب ذلك قبل وبعد من تفاصيل كثيرة حقيقة وقف الناس عندها بشكل كبير حقيقة في تطورات جديدة يعني بالامس ونحن بنتابع التطورات المرتبطة بالتصريحات التي صدرت من مجموعة غوى الحرية والتغيير المجموعة الاربعة او المجلس المركزي حقيقة كل الاشكال يتوقف عند هذه الاحزاب الاربعة التي بسببها توقف الحوار حوار الجاري تسبب السبب الرئيسي في توقف هذه المجموعة دل واضح تماما للناس يعني الناس كانوا ينتظروا ما الذي سيحدث بعد هل سيستجيب او ستستجيب المجلس السيادة المكون العسكري الرئيس البرهان للضغط والابتزاز اللي مورس من قبل امريكا وبعض الجهاد والتدخل السعودي وتدخل بعض الجهاد في انه يكون الحوار سنائي بين الطرفين ويعيد نفسي الازمة القديمة المزألة التكلفة في انه انت دعيت للحوار واستجبت للحوار وفي قوة سياسية استجابت وجاءت للحوار لكن تفاجأت بانه انت تخطيت بتأجيل الحوار والجلوس مع احزاب الاربعة وبالامس استعرضنا حديث الدكتور التجاني السياسي اللي تكلم في هذا الامر وطالب بعرض ما تم في الحوار بين المكون العسكري وغيوة الحرية والتغيير بالامس يعني كان في لقاء تنويري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح البرهان مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع الاجتماع دائما كل ما يحدث اجتماع تنوير يتم بين القائد العام والقوات المسلحة في الغالب يكون مرتبط بحدث سياسي وخرج من ذلك تصريحات من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لكن البيان الذي صدر كان فيه نقطة واحدة انا افتكر انه هي المهمة التي وقف عندها الناس طيب البيان شدد على تمسك القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية السلاسية يعني تثبيت على ان ما يحدث هو تسهيل من الآلية السلاسية بجانب واضاف والذي لا يستثني احد عدا حزب المؤتمر الوطني كمخرجا وحيدا يعبر بالبلاد في الفترة الانتقالية والمفضي الى تحقيق التوافق الوطني وصولا الى مرحلة الانتخابات يعني حديث القائد العام عبدالفتاح البرهان انه الغوات المسلحة متمسكة بالحوار الشامل اللي بترعاه الآلية السلاسية او الذي لا يستثني الا المؤتمر الوطني والذي سيصل بالناس الى انتخابات حرة ونزيهة كما اشدد او دي النقطة المهمة على اللامجالة لعقد اي تحالف سنائي مع اي جهة محددة ده كده جال نصده في المياه طيب اذا النتيجة انه الغوات المسلحة ردت رد واضح للآلية السلاسية ولغيوة الحرية والتغيير وللمجموعات المتحركة الان اذا كان في الشارع واذا كان في العمل السياسي الكبير اللي قاعد ينطلق في المنصات الإعلامية وفي غير المؤتمرات الصحفية ولغاءات مع جهاته ومنظماته وكده والحديث بالدعم الامريكي للمجموعات الموجودة اللي هي مجموعات الاربع اشتركوا في القناة